اشتركوا في القناة حلقتنا ستبدأ اليوم مع أنتوني نحول شاب لبناني قدر بكلمة يحسسك أن الدنيا بعدها بألف خير وأنه لا يوجد قوة تقوى عليك شاب يذكرنا أن الضعف بالحياة مرفوض وما في ظروف تبرر أنه ما نحلم وما نحارب مساء الخير أنتوني مساء النور كيف بعيد لك أنتوني ولا نحول أنا بعرف النكنيم طبعك نحول مين اعتمد لك هذا النكنيم العائلة طبعا يا سيقبيت ولأنه كثير في أنتوني بالبلد فأحبنا نكون هنا أنتوني أنت صرت طالعة على كثير إطلالات والعالم صرت تعرفك نريد أن نقوم بس سريعة نخبر للعالم إذا بدك بس قصيت طفولة وتحديدا أنه أنت لما خلقت كانت الزينة زهر صح مزبوط مزبوط ما حدث في وقتها حدث في وقتها الحكيم قال لأهلي أنه أنا بنت وأنه أنا بنت بلبت كثير كمان فالبنت اللي بتلبت كثير طلعت صبة صبة بدون إيدان وقجران واعتبروا أهلي أنه هذه نعمة لأولون جاءت من عند ربنا وتعاملوا معا بهذه الطريقة في شيء قلتوا كثير حلو بإطلالاتك أنه مثل أهلك ما نحطوا بالتجربة نعم كيف تشوفها بهذه الطريقة؟ صراحة أنا بعتبر أنه يعني الكل اللي بيسألني أنه سألت عن الحكيم وأنه كيف الحكيم بيعملك غلطة أو أنا ما بعتبر الحكيم أنا شخصيا أنا إنسان مؤمن وعاد إيماني ما بعتبر أنه الحكيم فعلا عمل غلطة يعني أنا بعتبر أنه ربنا أعمل خلينا نقول الحكيم عن الوقع اللي نحن فيه كرمال أهلي ما يقعوا بتجربة إنه قائزة عندنا وضع خاص هل مرنة نحطوا بين بهذه الخيار نحطوا بهذه الخيار مثل حطهم تحت الأمر الوقع إذا أريدك والحمد لله الحمد لله قدروا تقبل الأمر الوقع وتقبله ماشي أنت أمتا اتناعت بهذه الفكرة ولا كنت كل حياتك مقتنع فيه ومتقبل هذا الوقع؟ لا لك صراحة جاري أنه هي قدت عن صغر قدت عن عمر صغير كان عمره ثلاث سنين تحديداً الحلاكة التي تذكر لأننا كنا رايحين نجيب قطعي ميلادي وانا كذلك وكنا رايحين مشوار أنا وبيا وبالمشوار تعرف كل أخير يكون بعيد ميلادي عنده أمني سيارة لعبة أنا كنت أمنية أنه يكون عندي إيدان وإجران فسألته لبيا أنه هل المستقبل سيطلع لإيدان وإجران والحلو بأهل تجاري أنه ولا مرة أهلي كذبوا أو أهلي مثلاً جملوا الواقع لأنه باعتبارهم أنه ابنهم لا يمكن أن يكون بهذه الشخصية يجب أن يكون متقبل الواقع الذي هو فيه وبالتالي بأي صف على جنب وقال أنتوني يريد لك شغلة صحيح أنه إيدان وإجران ما سيطلع لك لكن غيرك عنده إيدان وإجران بالوقت اللي أنا أنا إيدك وإجرانك وأمك إيدك وإجرانك وإختك إيديك وإجرانك وخيك إيديك وإجرانك وحياة الله شخص سيفوت عائلتك ويحبك ويتعرف عليك سيصير إيديك وإجرانك وبدل إيتان وإجرتان سيصير عندك ستة لاف إيد وستة لاف إجرانك كيف تستطيع أن تلمس هذا الشيء بالناس اللي هلأ موجودين بحياتك؟ لكن الحمد لله صراحة عن جد كتر خير الله محبة الناس موتيفيشن لألك لا يمكن أن تكمل بالأيام الصعبة لأنه لا يوجد أحد بأيام الصعبة موتيفيشن طبعا تقدر تكمل هي دعم الناس ودعم عائلت الأجل في شغلة نحول رعايت لك أنا في شغلة أنه عطول العالم يمكن بينهاروا عند أصغر مشكلة ويمكن بيطلعوا عند ناس تانيين عندهم مشاكل أكبر من مشاكلهم وبيلاقوهم عم يتعاملوا معهم بطريقة كتير إيجابية شو اللي بيعطيك هالقوة أنه تظلك الأد مستمر والأد بوزيتيف ووين ما تروح العالم تحسون مبسوطين لأن أنت موجود هناك كيف تصاريت عملت ترابي ولا لا أنت عملت على حالك لا لا أنا ما رحت عن ترابيست الحمدلله يعني بالعكس أنا ما عندي أي مشكلة بهذا الموضوع ولكن أنا ما رحت عن ترابيست اللي صار هو أنه المنتاليتي اللي بتربع فيها تجاري لعب الدور كتير كبير والإيمان يعني الأهل يلعبوا دور كتير كبير بأنه يربوا المنتاليتي أنه بأي مشكلة تشوف البوزيتيف صايد مننا أو أنه هذه مشكلة في إلى فترة معينة بدأت تخلص يعني ما في شي بيضل أي مشكلة بدأت توجيها بالحياة في فترة معينة بدأت تراجع تقطع وهذا الإيمان بنفسك وبربك هو الأساس لا تقدر تقطع أي مشكلة عندك أي مرحلة تفوت فيها تكون عارف بينك وبين حالك بدأت تراجع تطلع منه ولح تطلع أقو إذن الله أكيد ويمكن يعني إذا من نطلق من الشي اللي أنت عم بتقوله اللي يمكن العالم بيفكره أنت بحاجة لدعم وعلي على السوشال ميديا مثل ما ملاحظ أنت عم بتعطي دعم للعالم جرب جرب قد ما بقدر أنا مثل ما عم شوف أنه عم تنفع صراحة إن شاء الله يعني إن شاء الله كون عم بقدر أعطي المسج اللي هي أنه ما في شي مستحيل وأي مشكلة بتتخطيها إذا الله رب أنتوني في تشالنج جعلته من فترة صحيح بالتعاون مع بيروت باورهاب مضبوط ولقى رواج كبير على السوشال ميديا وشاركوا معه شاركوا في شخصيات رح نشوف الفيديو يلي شاركت فيه ألسس غيب الممثلة الزميلة ونرجع من الحكام داويل همم لأنه أنتوا أهم من ألف واحد كامل ومنوا مقدر هذه النعمة أنتوا محلكون لازم يكون قبلنا نحنا أنتوا لازم تنذكروا بكل المحلات قبلنا نحنا لأنه أنتوا الأهم وأنتوا نعمة على هذه الأرض اضعوا بيديو في ألسس أنا بدوري رح أنقل هيدا التحدي لا سارع بي كانعان مريد تراز معلوف وبيارات أطريب من بعد ما شفنا تشالنج أنا مجايب معي الغراض من البيت محضرون حبيب أنا كمانا شاركوا هيدا التحدي في كلمة عبيل أكتب لك نشوف قدير رح تزبط معي عادة الخطي منيح طلعت كيرسي أنا كتبت إيرادة أه أكتب يعني هي واضحة بس إن كيس حدا ما فهمها أه أنتوني كيف تلاقي هالتفاعل يصار على السوشيل ميديا أدي هالمواقع تقدر بمحل ما تكون بس هكي أكستنشن واحد بحياته أدي قدرة تكون هي عن جات سو بورت أدي قدرة تنشر رسالة معينة أول شي بدأت تشكر من هذا المنبر بدأت تشكر كل شخص شارك وعم بشارك بـ لأن هذا المنبر هذا المنبر يعني صحيح أنه المنبر طلع على السوشيل ميديا والسوشيل ميديا نشرته بشكل كبير بس بحب أن أذكر أن هذا المنبر ليس تشكر أنه إذا نجرب شي جديد أو أو تصل لا، هناك رسالة لا، هناك رسالة هذا المنبر هذا المنبر يحب أن نوصل من خلاله بطريقة خلينا تكون عفوية ومشاركة للعالم أن نضوي على أهمية حقوق أصحاب الهمم مثل ما أنا أحب أن أسميهم على الحقوق الضائعة بالدولة على الأمور المنسية كلمة يستطيع أن يكون أشخاص فعالين بالطريقة التي يريدون إليها في المجتمع وهذه المبادرة أو المبادرة هي بالتعامل مع جمعية بيروت باورهاب كلمة أن نستطيع أن نضوي هذا الموضوع عندما كنت في المدرسة يمكن أن المدرسة لم تكن مأهلا مثل كل المدارس معظم المدارس سوى بمحلات لا تستطيع أن تكون موجودة على الفرصة أو تتعايش مع هذا الوضع الذي كنت فيه بينما عندما نقلت على الجامعة حسب ما عرفنا أن تزبطوا محلات بالجامعة معينة حتى أنت تكون مرتاحا حتى أنت تستطيع أن تتنقل بسهولة من بعد جامعة بلشت شركتك الخاصة خبرنا أكثر عن البلانات ما هي تحديثة؟ صراحة أنا أعمل كمسؤول في شركة خاصة وفي نفس الوقت لدي شركة تختصت ب التحديد كل شيء موبل ومعكتين ومعكتين حينما نوصلها لأكبر عدد ممكن من العالم هاي هذه هي المنصد الامرات التي أخططها إلى قدام إرادة لم أكتبة عن عبس لأنه عند جاد واضح عندما تحديدت شئاً بإراثك برأيك الزرفي الذي يأويلك هالإرادة يلعب إذا سألت ترصلك بأصالحك و الحديث الذكور قمنا نقول أن الوضع الذي بيه يجعلني أعطيك أظهر كما لا أستطيع أن أصل إلى الأشياء التي أطمحته بعدها بالعكس أنا لا أعطي مشكلة بالعكس أنا أجد أن هذا الوضع لا يجب أن يكون لأن هذا الوضع يجب أن يعمل كثيرا بل يجب أن يعمل كثيرا كما لا يصل إلى الأهداف بغض النظر سنرى فيديو ونحن نتحدث عن هواياتك لأن العالم يبقى عاديا خاصة مع كورونا والحجر لا أحد الأجلادي يتحرك وأنت مصمم على السبور وعلى النشاط دعونا نشوف هذا الفيديو موسيقى 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 ما هي النشاطات غير السبور التي تشعرونها التي تشعرونها في محل تحديت حالك لأنني أيضا بمحل كنت تبدأ بيانو صغيرا كل شغلة هواية دعونا نقول أنني بدأت عن طريقة تحدي يعني إن كانت السبور وإن كانت البيانو بدأت من باب التحدي ريتا أختي تحدثتني بالسبور أنه أنت لا يمكنك تضعف وأنه لا يمكنك تضعف حالك في وقتها نوجه لتحيي كمان لأهتمت فيك البيانو كمان البيانو كانت أنه كتعبا لدق شيء وكنت أنا برأيي أنه شو الشيء اللي فيه أكتر شيء تحدي لقيت أنه أكتر شيء فيه تحدي هو البيانو كونك بدأك صبي وقررت كم باب التحدي على أي عمر تقريبا كانت؟ بلاشت تقريبا كان عمر تسعة ووقفت 11 بس وقفت أنا يعني وقفت أنت لأنه خلاص عملت له تشيك بلصنا منه طيب إذا بدك العالم الطريقة اللي بيتفاعلوا فيها قد أنت عم تقدر تلمس أنه لأ عن جهد هالعالم فيه سقافة حول هذا الموضوع فيه سقافة حول موضوع أصحاب الهمم نعم ولا لأ نحن بعدنا أشواط بعد عن هذا الموضوع خاصة بلبنان للأسف بلبنان فيه شغل كبير من منطلق الشعب كمجتمع وفيه شغل كبير من منطلق الدولة يعني فيه شقان هون بهذا الموضوع خلينا أقول لك أن من باب المجتمع اللي نحن فيه للأسف للأسف وفيه شغل كبير من المعلومات الكافية بهذا الموضوع لم يقدروا يشوفوا أصحاب الهمم بالمنظور الإيكوال لهم بالمجتمع هذا للأسف أنا بأسف على هذا الموضوع صراحة بالنسبة للدولة خلينا نقول أنه هناك قانون هناك قانون 220 على 2000 وهو قانون كثير منيحة أنا بأعتبار بالمواد طبعا تتحدث عن العلم تتحدث عن الناس لكننا نحن في الدولة العربية الوحيدة لأنه لا يتطبق مضبوط يعني لدينا القانون وليس لدينا مرسم تطبيعية والحمد لله المسؤولين غيبين عن السماء هذه كانت أحد الأسباب الأساسية عندما بدأت بلشت الوقت كنت على أساس بلشت مع المسؤولين كرمال نوع الموضوع لكن الظروف تشعر أن هناك أحد تأثير أو غيبين تماما لكن الآن غيبين ونحن لدينا فاس 2 أو 3 ونحن لا نستطيع أن نشدد هذا الموضوع لأنه هناك هدف من وراء ما هي المستقبلة مع بيروت باورهوب المستقبلية على ناحية وعلى ناحية نحن نحضر عطول نحن نحضر مع بيروت باورهوب وتعاون مع بيروت باورهوب ونحن نحضر مع بيروت باورهوب ونحن نحضر مع بيروت باورهوب نقدر نطلق الموتيفيشن على أشكال أو موتيفيشن أو موتيفيشن أو موتيفيشن أو موتيفيشن ونحن نطلق أكثر على هذه النقاط بالمجتمع خاصة أنه يمكن أن كل شخص بمحل معين كل شخص بمحل معين كل شخص بمحل معين عندما تخلق هذه المستقبلة لا تحصره بشكل محدد يمكن أن يكون ألهام للناس أو يمكن أن يحضر هذه الصعوبة التي يجب أن يشارك ساعدها يمكن أن يمكن أن يفيد بالمجتمع ولكن لا أعرف كيف أو أين ينطلق فنحن نجرب أن نقوم بهذه المستقبلة كل شخص بمحل معين أنتوني، هل تحصت أنه كان هناك تنمر أو بولينج أو لم أعنيت من هذا الموضوع؟ لا، صراحة عن صغر أعنيت كثير من هذا الموضوع البيجيول بولينج ما أصدق ببيجيول بولينج؟ البيجيول بولينج لك لا أعني مشكلة بالاستغراب في نهاية المطاف إذا أرى أحد بثلاث أيدين أو ثلاث أجران سأستغرب وأنا بلأ أيدين وبلأ أجران لكن المشكلة بالموضوع هي بعد الاستغراب في نظرة الشفقة وأنا ضده صراحة أنا نظرة الشفقة بهذا الموضوع لأنه بعتبر بعتبر أنه ما عندي نقص بشي الحمد الله تيكون في نظرة شفقة بهذه المقطة ومن هذا الباب البولينج يعنيت منه جدا على زغر أنا زغر وأكيد على السوشيال ميديا أعطل في ناس بعد الآن هناك تنمر على السوشيال ميديا هناك تنمر على السوشيال ميديا لكن الحمد الله مع الوقت كما يقول أحد يصبح أقوى ليس أنه تستوعب من أي منطلقة يطلعوا هؤلاء تعتبر أنه بالبولينج أنه اللي يعمل لك بولينج هو الشخص الضعيف بالحلقة ليس أنت لأنه هو القوي ليس بحاجة يعمل لك بولينج لا يضعفك لا يبين تعرف تطبق أين كان قصيت هذا البولينج يعني تصبح أين كان مع كل العالم ناجح أو ناجح أو كما قلت عندما يستوعب أنه النقص هو من الشخص الذي يقول هذا هذا الحكي خلاص تعرف أنه منطلقة تعرف تعرف السبب الذي يأتي من خلال الموضوع لكن هذا شيء ما أثر عليك وأنت وصلت على الجامعة كما أنت رئيس الهيئة الطلبية صح كيف تصارت وماذا النشاطات والمسؤوليات يا لحملت لك صراحة يعني رئيس الهيئة الطلبية هو مسؤول عن الطلاب يمثل الطلاب بالجامعة كيف صارت انتخبات طلبية والحمد لله ربحنا فيها وجربت قدمة فيها وستطيع وصل المساج أنه حتى بهذا الموضوع أصحابي لا يمكنك الانظر أنتوني لا أختم معك لكن في هذه الفكرة لا أختم سأترك لك المجال تظهر بالكاميرا وتعتبر أنك تستطيع توجه رسالة لأحد يسمعك ما هي الأشياء التي تستطيع توجهها لها مجتمع يمكن بمحل معين لا يستطيع أن يتقبل الاختلاف وظهروا من قلبك بعفوية أيها الكاميرا هناك الكاميرا الكاميرا حبيب إذا تسمح لتجاري أولا وجهت رسالة لكل اللبنانيين في هذه الفترة الصعبة التي نقضيها في هذه الفترة الصعبة التي نقضيها تعتبر أن الظلم أسلت وأن لا يوجد محلول لا يوجد محلول لا يوجد محلول لم يكن من المشاكل بنيقص المقهر أحب أن يقول لكم أن بعد كل نفق مظلم يوجد نور بعد كل عاصفة يوجد شمس وخلوا إيمانكم بنفسكم وإيمانكم بربكم كبير لأنه مرحلة وبتقطع بين الله وما في شي ما بينحل وبالنسبة لكل أشخاص اللي عم بعينوا بأنه يقدروا يتفهموا أصحاب الهمم بالمكان اللي هني بيستحقواه بالمشنم أحب بقلون أنه حيال شخص منا فيكون عنده إعاقة فيكون عندك إعاقة جسدية إعاقة روحية إعاقة نفسية فيكون عندك الخجل يكون إعاقة تسرة التعصيب تكون إعاقة بس الإعاقة ما بتكون إعاقة إلا أنت تعمل إعاقة إعاقة هي مشكلة يتوجعك بالحياة تحاول تهرب منها أو تستسلمها إلا لأنه هي الأسهل للناسبة لألك هذه الطريقة بس مش هدو الحل يجب أن تقوم تواجه تقاتل وتتحدى وتأمن بنفسك وتأمن بربك لما في مشكلة بهالدنيه ما فيك تتقطيعها يعني أنتوني نحن منكبر فيك أسلام وقالله يصبت لك إيمانك ويقويك وتضلك مصدر إلهام لكتير عالم يمكن أن نحن نقدر نلمس شخص واحد منحسري صارتنا بهالدنيه تمميت كيف إذا قادر من خلال الأشياء والمشاطات والقوية اللي عندك هي على تلمس عالم الله يقويك وأنا بدأت شكرك مرتين لأنا أشتري لأستضافتك والشانل اللي استضافتك تانكيو تانكيو أنتوني وهلأ مع القسم الثاني من حلقتنا ومع ديوف جدا منعود حتى نتابع حلقتنا وهالمرة شخصين جدا رح ينضموا لقلنا هايا راوي حدا مليان حياة وطاقة حلوة وقدرت تستعمل وسائل التواصل حتى تفرجي أن الضعف ما عنده محل لما نحنا نرفضه وأننا نعيش بسلام هو قرار وعلي مهدي يلي عم ببرهن أنه جوات كل شخص مننا قوة يمكن ما بيعرفها موجودة وأنه رسيلنا بهالدني منع طول شو ما نكون مفكرين بل هي بتبقى أسمى وإدرة تقوي كتير ناس حولينا أهلا وسهلا فيكم وبتشكركم من قلبي أنه لبيت الدعوة شكرا هايا رح بليش معيك أنت الكيسي اللي عندي كيها خلقت معا يعني خلقت معي إذا فينا نقول كيف تأقلمتك كطفلة في عنا الصورة اللي مصورتية أنت وعزغر وعكبر حدا صغير لما يوعى على مثلا إيد مش موجودة شو البرسبشن شو كيف تشعر حالك بالنسبة للأشخاص الموجودين حواليك صراحة كنت كتير ما كنت حس بالموضوع يعني كنت طفلة عادية بلعب عندي أصحاب بروحها للمدرسة كنت واجه قصص بلما كون عم بلعب مع أصحابي بالمدرسة ونلعب القصص الخاصة بالإيدان لما كنا صغار سوف فيه كان بعض الولاد كانوا يخافوا لما يشوفوا إيدي وهيكي بس بعدين أنا أقول لهم لا عم تخافوا وقرب عليهم أكتر لأنه بحس بشخصيتي أنا هيك كتير سوشل وبحبي يعني كنت ألعب وكانت شخصيتي حلوة وبحس هيدا الشي بيرجع كتير للأهل طريقة كيف أهلي ربوني وهيك سوهني كانوا كتير يتركوني أعتمد على حالي يتركوني يكون لوحدي واجه القصص العم بتصير بعي كان دايما الماما تقول لي أنه أنا مش رحكون حدك كل العمر فأنت بدي أكيد تكوني تعتمدي على حالك وتعملي كل شي سوه بحس نوع كانت طفولة فيها أكيد تشالنجز وهيك بس كمان كانت طفولة عادية مليانة لعب وحياة وهيك أدي تعليقات العالم بمحل بيأسه طفل يعني بيكون بعضه هالقد صغير وهش لما يسمع هيك نوع تعليق أو نظرات معينة أدي بيقصة من جوه بيقصة كتير وبيصير عن جد بيداية لأنه أول ما بلشت قوعة وكمان كابنت وشوف أنا يعني يكون متصالحة مع جسمي لما كنت مثلا ألبس وهيك أو لما رحها للبحر وإيدي تبين أكتر وكل هالأمور كان كتير نظرات الناس أوف وليه وحرام ودعان هالوجه وليش إيدها هيك يعني كتير تعليقات وأنا خلاص كون مني قادر بأسه أنت الحساية حالي وصلت إلى محل قدرت تفهم منطلق التعليقات من أننا عميطلع وموقي أسروا فيك لما فتت على الجامعة ودرست أركيتكتشر كان تشالنجز كتير كبير أنه أنا شخص عنده إعاقة جسدية بتر بالإيد وعم يعمل ميجر كتير بيطلب دروينجز بيطلب كمبيوتر سكيلز بيطلب كتير أمور سهيدا كتير أواني أنه تفرجي عن جد أنا بالرغم من الكيس اللي عندي قدرت أدرس ميجر بيطلب هيدول السكيلز أو يكون في حركة في تحدي بالشيء اللي عم تشتغل علي أنت بمحل معين صار معك أكسيدنت ويمكن تغيرت البلانز اللي كنت حطتها والخطط اللي كنت حطتها بحياتك كيف قدرت هالنقلة اللي صارت معك بحياتك تحولها لشيء هالقدة بوزيتف نظرا أن نحن نعرف أوقات العالم يصير معه مشكلة صغيرة بينهاره وبيستسلمه أنت لقى كفت واستمرت وهلأ يعني في عندك فانز أنا حسب ما شفته بس كنا عم نحضر الحلقة في معجبات كانوا كيف قدرت تعامل هالنقلة؟ كيف قدرت كون هالقدة بوزيتف رغم كل الظروف اللي صارت معي مثل ما قلت أمراض فيه ما ترى إذا صبية كسرت ضفرة معقول تعمل دي براشن رغم أنه ضفرة حيرجع يطول أنا خسرت نسج جسمي وبعدني مكفى بكل هالبوزيتفاتي كيف وقتها تجي فيس تو فيس مع حقيقة الموت تعرف قدال حياة غالية بسايد اس حطيت أنا بموقف في المستشفى بين دو مستشفى أو بدي استسلم وكفي كل حياتي مستسلم وهذا شي حيضرني وحيضر أهلي أو بدي واجه وقررت واجه أنا وبالمستشفى توبي قانست طلعت ماي آيباد بلشت درس بلشت شغل قبلت عالم صحت لي فرص يمكن بحياتي ما كانت صحت لي ما عطيت حالك مجال تفكر أو؟ لا 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 لهات حالي بكثير قصص بلس كان في الدعم العائلة الرفقة اللي حولي كان فيه لون تأثير كثير كبير بحياتي ومن جوه كمان إذا بدنا نحكي على الإيمان الواحد وقت يكون مؤمن بتهون عليه كثير قصص تفكر أنه عمرات بيني وبين حالي إذا الله راضيان الله بده هاك أنا راضيان ما عندي مشكل شي مرة بتقول يا ريت أو بتشك بإرادة ربنا أو بتقول كان فيه أشياء فيها تتغير ولا لا؟ انت مقتنع أنه هيدا رسالتك بالحياة وهيكا مفروض التم النفر أنا بعتقد أنه هيدا الله هيك اختار لي أكيد فيها حكم القصة وأكيد فيها شي لقدام أنا بعد ما بعرفه حالو رح نشوف فيديو كيف هم تتعامل مع الويلتشير وتشفت فيها خلينا نشوفه طبعا موسيقى علي كيف هم تلاقي تفاعل الناس على السوشيال ميديا؟ خاصة أنه في ناس كنو بيعرفوك وفجأة لايفسال طبعا كلها تغيرت وصرت الرسالة طبعاك حتى تغيرت لأكيد أنا بالمساج يزل بكون عم مرجعها بالسوشيال ميديا بكون عم مرجع مساج أكتيري لثلاث فئات الفئة الأولى بكون عم توجه له هن البيبل وزو سابيليديا أو حتى أهاليهن وخاصة الأشخاص اللي هلأ جديد عم يتعاملوا مع الموضوع تكونا نفرجون أنه أنتو بعد كن قدرين تكفوا حياتكن بعد في أمل لقدام وبعد في كتير أكتيفيتي ما قدروا تعملوها لأنه أنا بالمستشفى كان عندي كتير داوتز وكان عندي كتير تساؤليات أنا كيف أدي كفي حياتي كيف أدي أتحمام كيف أدي ألبس كيف أدي سيارتي كيف أدي أعمل كتير أساس البارت تاني اللي بحب كمان أتوجه له كانت بالسوشيال ميديا هني ماي سروند ماي فاميلي ماي فريند تحت لهم كيف يتعاملوا معي لأنه ما بيعرفوا كتير يتعاملوا معي ما أي منطلق ما بيعرفوا يعني فور اكزامبل أنا ما طبعا تكون بالمول أو بالسبر ماركد ما بحب حدا يجرني فما بلايون إلا جروني بلاشوا يجروني أنه هذا شيء يمكن بالنسبة للألون عم بيساعدوك بالنسبة للألون عم بيساعدوني هني حرام لأنه ما بيعرفوا مش لأنه هني بدون يعملوا شيء أو يحسسوني أنه هني أقوى مني لأنه هني ما بيعرفوا فأنا بكون هون دورة تؤديكي الدم أنا شو بقدر أعمل وأنا شو ما بقدر أعمل تساعدوني ما بقدر أعملوا والبارت تالي بكون عم توجه لهني للأشخاص البيعين اللي حولي أمراض كتير كمان بيكون مطاب المول العالم تنقز تنصدم بتخاف وهتيشوفوا حدا أن ويلتشير أو حدا غريب وهون بكون عم بعمل تو نورمالايز ديسابيلتي نخلي ديسابيلتي is something normal لعالم تتعود تشوفوا ما يكون شيء كثير غريب على الموضوع هاي رح أنتقل لعندي كأدي حسيت في نشاطات ما قدرت تقومي فيها ورجعت تحديت حالك وأصريت ورجعت على السوشيال ميديا أنت قادرة عادة مرسيها بشكل طبيعي في كثير قصص أكيد مثلا في أعطيك مثل أي شيء إذا بدي أشهر أورنج أو أي شيء خاصوا بالتقشير بس رحت وشفت محلات بتبيع بعض الطولز اللي ممكن يساعدوا الأشخاص اللي عندهم upper imputation بتر بالأطراف العلوية ففيه طولز ممكن نحنا نستخدمها لنسهل العمل تبعنا لحتى أقدر أحاول قد ما فيني برم على أي شيء ما بقدر أعمله تأعمله شي مرة فكرت تتركب كان عملت طرف استناعي بس هو الطرف كان تجميلي أكتر يعني ما بيتحرك ما أنه فونكشنل أول نهاري عملته حطيته وبس ما أقدر أتحطه بعضين ما بعرف ما كانت حاسة بحب حالي مثل ما أنا بحب كيف بتصرف بحب كيف بدأر كل شي بعمل كل شي حسيته صار عبئة علي وشي تقيل أنا بدي أحمله وبدي أرجع أتعود من أول وجديد كيف بدي أتصرف معه سو حطيته نهار واحد وهلا هو مضبوب ما وكيف تفعله اللي حوليك مع هذا الموضوع الماما وخبيت لي هي هي مقتنعي ممكن معي أنت بهم ما تكوني مرتاحة أكيد أكيد كل أهلي يعني بيكون قالوا لي هايا أوكي عملنا لهذا الطرف بس بدك تحطي حتي ما بدك ما تحطي في عنا فيديو راح نشوفه هلا في اكتيفتي حت عمليها معنا بالستيديو بس قبل راح نشوف الفيديو من الره اشتركوا في القناة هيا شو رأيك تفرجينا سويا من نشاطاتك ضغري من جايبة طلعا كيف راح نحط النيل بوليش هلا في كمان فيديو أنا عملته حسنا حسنا نفتح الفكرة هي كلها بالطريقة يعني وصولة يعني 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 صارت أعمل هيك القصص حتى ماما أوقات بتنصدم يعني ريسنت للماما شافتني كيف بحط النكلس قالت لي هاي أنت هيك بتحطي قالت لي ولا مرة انتبهت يعني ما أنا ما بعرف كيف بيطلعوا القصص حتى في فيديو تاني راح نشوفه كمان عن البوتس الشريط للصبات أنه يطور فيه بشكل عادي خليش من بعد هذا الفيديو علي رح نتواجه لك بسؤال أدي أخذتك وقت حتى رجعت تعودت على الأكتيفتيز التي كنت تقوم فيها أن تغيرت يعني أنت قادر تقوم فيها قادر تسوق قادر تروح وتجاه بس بغير طريقة ضغرة أقلام ضغرة فرضت هذا الوضع على حالك والإي طريقة تحت تقوم فيه لا هنه يبلشوا شوي شوي الأصص يعني أول شي في كتير أصص ما كنت قادر أعمله شوي شوي بلشت تعود له السيارة في كتير عالم يسألوا كيف في كتير عالم تسألون كيف أنا أخذتني فترة يعني شي سنة تحت أخذت لهاي الستاب أنه يلا لازم يبلش أجاه السوق قيل بأصص تأخذ وقته يمكن أنا مش مثل هايا خلقت مع الكيس أنا فجأة كنت عم بعمل الأصص بطريقة هلأ صار في عندي طريقة تانية تعملها أوكي وهوني بدير فتنظر لشغل أمراد بتسأل بيني وبنحالي هل نحن أشخاص معواقين أو نحن بنعمل الأصص بطريقة بس مختلفة عن تانية يعني مثلا علي بيتحمم بطريقة مختلفة عن الأشخاص البقين بس الداندر بيتحمم حلو علي بسوق بطريقة مختلفة عن آخرين بس الداندر بسوق علي بيعمل كتير اكتيفتي مختلفة بس إيه شي بيعملها مثل غيره أدي برأيك نحن بمجتمع بيتقبل هذا الاختلاف نحن بمجتمع صراحة كتير بيتقبل هذا الاختلاف بس مشكلتنا في ضعف بالسقافة وهذا الصافي العالم بدأ إياه بس ما بتعرف كيف تحصل عليها كيف مفروض تحصل بالمدارس بالجامعات بالكريكولم مفروض يكون موجود الدولي مفروض تعمل حاملات توعية نحن كأشخاص مفروض كمان نكون عم نهدم في كتير أشخاص مثلهم خبيين ببيوتهم أو حتى أهلهم خبيينهم بيخافوا الوضع عندهم ضعف في السقا هؤلاء الأشخاص مفروض يطلعوا على المجتمع تحتى يفرجوا العالم أداء هني بيقدروا يعملوا وتحتى نظرة العالم تتعود على هكذا أشخاص موجودين في المجتمع وهني جزء منهم وهني جزء كثير كبير منهم منهم صغير حلو أنه حطيتها بإطار اختلاف بدل إعاقة مثل ما نحن الكلمة اللي بنستعملها لأنه هي عن جد اختلاف كل حدا مختلف عن الثاني ووقيت الضعف الزهني اللي شخص بيكون عنده إياه ما بيبين بس بيبقى عم يتصارع معه أكتر من حي الله شي في ذلك المؤولي مضبوط بدي الفوت نظر هون لشالي بما أنك ذكرت الكلمة أمرات نحن منعمل أساس بطل ما قلنا بطريقة مختلفة بس نحن ما عم نعملها بطريقة مختلفة بيجي بارييرز بعقونا وهون جي الكلمة أنا شخص معوق لأنه في حدا عم يعيقنا صح ذات ست حلو في عالم يسألوني كيف السيارة تمشي في فيديو راح نشوفه أنت عم تسوق راح فسر لي شوي تقنيا كيف بيكون تقنيا هني موصولين على السيارة أنا بجرد ما أدعس الفرام بيدعس تحت الفرام وبنزين نفس الشيء وضغرة عوضت عليها؟ تغرب في 5 مينتس والله خلينا نشوف سوا الفيديو يلا ترجمة نانسي قنقر يمكن الأكسدنتي اللي صارت معك في علاقات قوية بحياتك صداقة عيلة مثل ما ذكرت من شوي في عرجات قصص صحت لي فرص صحت لي أشخاص تعرفت عليهم ما بكنت بحياتي إحنا مني تعرف عليهم مثل شو أشخاص بشغلة بمحيطة حسيت أنه يمكن الطريق اللي كنت ماشي فيها تعدلت وفاتوا عليها ناس يمكن لأشي أحسن يمكن لأشي أحسن بموضوع اللي عندي وكتير دايما بكل شيء وبكل القصص أبدا هذا الموضوع ما بيدخل بموضوع حكيته فيه ولا وكأنه مش موجود لا أوقات منحكي فيه أوقات بقوله شو القصص اللي بتضيقني بس ولا مرة أسألني ها يا بكرة أنا عم فكر بعدين أنت كيف بدك لتسي بس نتزوج كيف بدك تربي لولاد أو هيك بالعكس كتير دايما فخور فيني وبي بي 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 شوف القصص اللي أنا بعمله كمان أوقات يعني في مرة كنت كنا قاعدين وعم بفتح كيس لتشيبس فبرمنا عندي قال لي هيك بتفتح الكيس قلت له أنه أول مرة بتشوف قال لي أه بارا كيف تفتح تشيبس بطريقة هيك بارف افتح وإذا معنا تشيبس فينا نحو غلاص مرة جاي من جيب تشيبس صلق جبنا نين فلش كمان هو بأني بيكون هكا عم بشوف معي كيف عم بعمل الأقصص أوكي في فيديو أنت وياها على الموتو خلينا نشوفوا صورة من علي هنا أنا ثاني مرة بطلع على الموتو سوكت كتير مبسوطة مبينة عليك علي بدي أسألك إذا بدك نحن نعرف أنه بمحال معين في نقص بالمجتمع حول التوعية وبالإقوانين قد بي رأيك أنت قادر من خلال تواجهة طبعك على السوشال ميديا تغير وتحسن وتخليها الأنون يلي مرة أنت ذكرت بفيديو أنون 200% نحن الدولة الوحيدة العربية يلي هالأنون معامل يتطبق فيها قد نحن قادرين نغير ونؤثر بهيك شيء أكيد بدي أذكر أول شيء أنه الأنون 220 على ألفين وهو نحط سنة الألفين وصلوا تقريباً لهلأ 21 سنة وبعد ما تطبق ما بينص الأنون؟ هو فيه تقريباً عشر أقصام بينص على الأشخاص ذوي الإعاقة أنه يتعلموا يكون عندهم بيئة مؤهلة يشتغلوا في كتير مراسيم الطبابة أنت أخذها على عاتقك هيدا تقدر تعمل إذا بدك الرسالة تقدر تأثر أو تعمل برشور عليهم بمحال معين حتى يتطبق أنا البرشور اللي بدي جرب أعمله هو ثرو سوشيال ميديا أنا ما بدي أنزل أتظاهر لأنه واضح أنه هذا الشيء ما بيجي بنتيجة أنا بدي أعمل البرشور ثرو سوشيال ميديا أتوجه للعالم تلعالم هي ترجع الطالب فيه هيا بختم لقائنا إذا عنديك هلا أنت متل متل منبر أدرا توجه من خلاله رسالة للعالم ورح أرجع لعندك كمان علي أريد أن تطلعي بالكاميرا وتقول للناس الشيء اللي تجربة تقولي على السوشيال ميديا الشيء اللي قلت لك أنت من أنت وصغيرة عم تجربة توصلية عم تجربة تقولي للعالم وتحس ببعض له هلا ما عم يفهمه وتحس ببعض نحن ناقصنا توعية وإرشاد بهذا الموضوع ما يلي بحب أقول حتى كمان برسالتي من الفيديوز اللي عم بعملون أنه النظرة للأشخاص دوير إعاقة يشوفونا نظرة أنه نحن أشخاص منقدر نقوم بكل النشاطات اليومية مثلنا مثل أي حدا تاني يتقبلونا مش عم نقول يشوفونا سوبر هيروز نحن بالنهاية أشخاص عاديين ومنغلط مثلنا مثل أي شخص تاني بس يتقبلونا والنظرة ويحاولوا أدمى فيهم كمان إذا كان في عوائق نحن عم نواجهها يحاولوا يشلوه كمان تنقدر نكفي حياتنا بشكل طبيعي لأنه في كتير عالم محولي بتفكر أنه أنا نقصمة حياتي لأثمان قبل الحادث وبعد الحادث هو فعلا الحادث كان له تأثير كتير كبير بحياتي بس في كتير قصص إيبنت صاروا بحياتي غيرت لي مجرح حياتي يعني علي قبل ما يتخرج غير علي من بعد ما تخرج علي قبل ما يبلش الشغل غير ما بعد ما يبلش الشغل وفي كتير إيبنت اللي بد يلفت له هون أنه نحن كل نهار حنملق بتجارب تغير مجرح حياتنا أمرات بتكون أساس بوزيتف أمرات نيجاتف أمرات أساس صغيرة أمرات أساس كبيرة أهم شيء نحن نكون مهيئين حالنا تنتقبله ونعرف كيف نتعامل معه بالحيات يعني الله يقويكم ويكثير من أمتالكم لأنه عن جد أنتم بمحالة تزيدوا قوة وعم تزيدوا طاقة حلوة على المجتمع مرسي كثير لأستدار مرسي لألكم مرسي لألكم مرسي لألكم لألكم لهم نكون وصلنا لنهية حلقتنا لليوم من كون إي نشوفكم بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر